ولا تجعلوا الله عرة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مروتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والحكم الثالث حكم الإيمان بصفة عامة تمهيدا للحديث عن الإيلاء والطلاق ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من عمل البر والتقوى والإصلاح بين الناس فإذا حلفتم ألا تفعلوا فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير فتحقيق البر والتقوى والإصلاح أولى من المحافظة على اليمين وذلك كالذي وقع من أبي بكر رضي الله عنه حين أقسم لا يبر مصطحن الذي شارك في حادثة الإفك فأنزل الله آية سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا فرجع أبو بكر عن يمينه وكفر عنها على أن الله كان أرأف بالناس فلم يجعل الكفارة إلا في اليمين المعقودة التي يقصد إليها الحالف قصدا وينوي ما وراءها مما حلف عليه فأما ما يجري به اللسان عفوا من غير قصد فقد أعفاهم منه ولم يوجب فيه الكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله بلا والله فاليمين التي لا تنعقد النية على ما ورائها إنما يلغو بها اللسان لا كفارة فيها واليمين التي ينوي الحالف الأخذ أو الترك لما حلف عليه هي التي تنعقد وهي التي تستوجب الكفارة عند الحنس بها ويجب الحنس بها إذا كان مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الإقدام على فعل شر فأما إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب فبعض الآراء أنه لا تقوم له كفارة أي لا يكفر عنها شيء والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا ويقططع به مالا فهذا أعظم من أن تكون له كفارة ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه الخير بقوله والله سميع عليم ليوحي إلى القلب بأن الله يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير ومن ثم يحكم هذا الحكم ويعقب على يمين اللغو واليمين المعقودة التي ينويها القلب بقوله والله غفور حليم ليلوح للقلب بحلم الله عن مؤاخذة العباد بما يفلت من ألسنتهم ومغفرته كذلك بعد التوبة لما تأسم به قلوبهم وهكذا يربط الأمر بالله الحكم الرابع حكم الإيلاء فبعد الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف يأخذ في الحديث عن يمين الإيلاء وهي أن يحلف الزوج أن لا يباشر زوجته إما لأجل غير محدود وإما لأجل طويل معين للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم هناك حالات نفسية واقعة تلم بنفوس بعض الأزواج بسبب ما في أثناء الحياة الزوجية وملابساتها الكثيرة تدفعهم إلى الإيلاء بعدم المباشرة وفي هذا الهجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة هكذا فقد يكون باغياً يريد إزلال المرأة أو إيذاءها فتوفيقاً بين الاحتمالات المتعددة وضع حداً أقصى للإيلاء لا يتجاوز أربعة أشهر وعلى أي حال فإما أن يفي ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة وإما أن يظل في نفرته وعدم قابليته وفي هذه الحالة يجب أن تفك هذه العقدة وأن ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق فإما أن يطلق وإما أن يطلقها عليه القاضي فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصواً وأقرب إلى العدل في العلاقة التي أراد الله بها امتداد الحياة لا تجميد الحياة والحكم الخامس حكم عدة المطلقة وترد فيه تعقيبات شتى فبعد أن انتهى السياق إلى الطلاق يأخذ في تفصيل أحكام الطلاق وما يتبعه من العدة والفدية والنفقة والمتعة إلى آخر الآثار المترتبة عليه والمطلقات يتربصن بأنفسهن سلاسة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ويبدأ بحكم العدة والرجعة فهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات لقد وقفت أمام هذا التعبير اللطيف المصور لحالة نفسية دقيقة فالمعنى الذهني المقصود هو أن ينتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات ولكن التعبير القرآني يلقي ظلالا أخرى إنه يلقي ظلال الرغبة الدافعة في استئناف حياة زوجية جديدة وهي حالة طبيعية تدفع إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة الزوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص وأنها قادرة على أن تجتذب رجلا آخر وأن تنشئ حياة جديدة وهذا التربص كي يتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو من حيض ويلمس قلوبهن بذكر الله الذي يخلق ما في أرحامهن ويستجيش كذلك شعور الإيمان بالله واليوم الآخر فشرط هذا الإيمان أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا فهناك الجزاء العوض أو العقاب هذا من جهة ومن جهة أخرى لابد من فترة معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة فقد يكون في قلبيهما رمق من ود يستعاد وعواطف تستجاش فإذا سكن الغضب واطمأنت النفس استصغرت تلك الأسباب التي دفعت إلى الفراق وبرزت معاني أخرى واعتبارات جديدة والطلاق أبغض الحلال إلى الله وهو عملية بتر لا يلجأ إليها إلا حين يخيب كل علاج والطلقة الأولى تجربة يعلم منها الزوجان حقيقة مشاعرهما فإذا اتضح لهما في أثناء العدة أن استئناف الحياة مستطاع فالطريق مفتوح والأزواج لهم الحق بإرجاعهن في فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة إن أرادوا إصلاحها بهذا الرد ولم يكن قصدهم إعنات الزوجة وإعادة تقييدها في حياة مقيتة انتقاما منها وللمطلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليهن من الواجبات فأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا ضرار إلى جانب النفقة وللرجال منزلة ودرجة عليهن تتمثل في حق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة لأنه هو الذي طلق وليس معقولا أن يطلق هو ويعطي حق المراجعة لها فتذهب إليه وترده إلى عصمتها وهي درجة مقيدة في هذا الموضع وليست مطلقة الدلالة كما يفهمها الكثيرون ويستشهدون بها في غير موضعها ثم يجيء التعقيب بعزة الله وحكمته مشعرا بقوة الله الذي يفرض هذه الأحكام وحكمته في فرضها على الناس والحكم السادس حكم عدد الطلقات وحق المطلقة في تمليك الصداق وحالة المرأة الكارهة أي حالة الخلع الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مرتان وهذا القيد جاء بعد أن كان الطلاق في أول العهد بالإسلام غير محدد بعدد من المرات وهذا التقييد جعل الطلاق لا سبيل إلى العبث باستخدامه طويلا فإذا وقعت الطلقة الأولى كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر أما إذا ترك العدة تنظي فإنها تبين منه ولا يملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين فإذا هو راجعها في العدة أو أعاد زواجها في حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجميع أحكامها أما إذا طلقها الثالثة فقد بانت منه البينونة الكبرى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة ولا عودة بعدها إلا في حالة خاصة وعلى أي حال فما يجوز أن يكون الطلاق إلا علاجا أخيرا لحالة لا يجدي فيها سواه فإذا وقعت الطلقة الثانية فإما إمساك للزوجة بالمعروف واستئناف حياة رضية وإما تسريح لها بإحسان لاعنة فيه ولا إيذاء وهو الطلقة الثالثة ولا يهملها كذلك حيث لا يجدي الإهمال ولا يحل للرجل أن يسترد شيئا من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المرأة إذا لم تصلح حياته معها ما لم تجد هي أنها كارهة لا تطيق عشرته لسبب يخص مشاعرها الشخصية وتحس أن كراهيتها له أو نفورها منه سيقودها إلى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة أو العفة أو الأدب فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه وأن تعوضه برد الصداق أو ما تفتدي به وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية التي تعرض للناس ويراعي مشاعر القلوب ولا يقصر الزوجة على حياة تنفر منها ولما كان مرض الجد أو العبث والصدق أو الاحتيال في هذه الأحوال هو تقوى الله وخوف عقابه جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله ونقف هنا وقفة عابرة أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنى واحد حسب اختلاف الملابستين في مناسبة سبقت في هذه الصورة عند الحديث عن الصوم ورد تعقيب تلك حدود الله فلا تقربوها وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب تلك حدود الله فلا تعتدوها في الأولى تحذير من القرب وفي الثانية تحذير من الاعتداء فلماذا كان الاختلاف في المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتهاة شديدة الجاذبية لذلك كان النهي عن الاقتراب منها وأما في الثانية فكان الحديث عن مكروهات وخلافات فكان النهي عن تعديها ثم نمضي مع السياق بحكم الطلاق السابع وهو حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون إن الطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل في هذه الحياة لا سبيل إلى إصلاحه من قريب ويجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراما لها واحتراسا من المساس بها وتكون عقوبته أن نحرمه زوجه التي عبث بحرمة علاقاتها معه وأن نكلفه مهرا وعقدا جديدين إن تركها تبين منه في الطلقتين الأوليين وأن نحرمها عليه في الطلقة الثالثة تحريما كاملا إلا أن تنكح زوجا غيره وقد خسر صداقها وخسر نفقته عليها ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة في جميع الحالات والمهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية وواقع الحياة العملية لا أنه مفي رؤى مجنحة ليست لها أقدام تثبت بها على الأرض فإذا سارت الحياة في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر ثم طلقها هذا الزوج الآخر فلا جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجع ولكن بشرط إن ظنى أن يقيم حدود الله فليست المسألة هوى يطاع وشهوة تستجاب إنما هي حدود الله تقام فمن رحمته بالعباد أنه لم يترك حدوده غامضة ولا مجهولة فيبينها في هذا القرآن لقوم يعلمون ثم يجيء التوجيه الإلهي للأزواج المطلقين إلى المعروف والحسنى بعد الطلاق في جميع الأحوال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم إن المعروف والحسنى يجب أن يسودا جو هذه الحياة سواء اتصلت حبالها أو انفصمت عراها ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء عنصرا من عناصرها ولا يحقق هذا المستوى الرفيع من السماحة في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس إلا عنصر يرفع النفوس ويوسع آفاق الحياة إنه عنصر الإيمان بالله وباليوم الآخر وتذكر نعمة الله في شتى صورها واستحضار تقوى الله والرجاء في العوض منه وهو عنصر إيثار المعروف والجميل سواء اتصلت حبال الزوجية أو انفصمت عراها وكانت المرأة في الجاهلية تلاقي من العنة ما يتفق مع غلظ الجاهلية وانحرافها ثم جاء الإسلام ينسم على حياة المرأة نسمات رخية ويرفع النظرة إليها فيقرر أنها والرجل نفس واحدة ويرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة عند الإحسان فيها والمقصود ببلوغ الأجل هنا هو قرب انتهاء العدة فإذا قرب الأجل فإما رجعة على نية الإصلاح والمعاملة بالمعروف وهذا هو الإمساك بالمعروف وإما ترك الأجل يمضي فتبين الزوجة وهذا هو التسريح بإحسان بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل لها عن الزواج بمن تشاء ومن غير إمساك لهن للإضرار بهن وهنا يحرق القرآن عاطفة الحياء من الله وشعور الخوف منه ليرتفع بها إلى المستوى الكريم والذي يمسك المطلقة ضرارا واعتداء أن يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية والجموح بها عن طريق الطاعة وهذه هي اللمسة الأولى وآيات الله هذه تقصد إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها على الصدق فإذا هو استغلها في إلحاق الإضرار والأذى بالمرأة واستغدام حق الرجعة في إمساك المرأة لإيذائها وإشقائها فقد اتخذ آيات الله هزوة وويل لمن يستهزئ بآيات الله ولا يستحي من الله ويستجيش فيهم وجدان الحياة والاعتراف بالنعمة وهو يذكرهم بنعمة الله عليهم وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة يعظهم به وتذكيرهم يوم ذاك بنعمة الله عليهم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة في حياتهم شاملة لهذه الحياة وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فيما أنزل الله عليهم من الكتاب والحكمة مخاطبا لهم بضمير المخاطب وما أنزل عليكم ليشعروا بضخامة الإنعام وغزارة الفيض ولصوق النعمة بأشخاصهم ثم يلمس قلوبهم اللمسة الأخيرة فيخوفهم ويذكرهم أنه بكل شيء عليم ويطلب منهم التقوى فيستجيش شعور الخوف والحذر بعد شعور الحياء والشكر ويقود نفسهم في طريق السماحة والرفق والتجمل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون كذلك ينهاهم أن يعضلوا المطلقة ويمنعوها أن تتراجع مع زوجها إذا تراضيا بالمعروف والآية بعمومها يبدو فيها التيسير الذي أراده الله بالعباد والتربية في المنهج القرآني للجماعة المسلمة وهو هنا يستجيش الوجدان والضمير بعد النهي والتحذير والإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب حين تتعلق هذه القلوب بعالم أرحب من هذه الأرض وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع والشعور بأن الله يريد ما هو أزكى وما هو أطهر من شأنه أن يستحث المؤمن للاستجابة واغتنام الطهر لنفسه وللمجتمع ولمس القلب بأن الذي يختار له هذا الطريق هو الله من شأنه أن يسارع به إلى الاستجابة في رضا وفي استسلام ترجمة نانسي قنقر